علق المدير الفني يورجين كلوب مدرب نادي ليفربول على الإصابة التي تعرض لها أثناء احتفاله بالفوز 4-3 على حساب ضيفه توتنهام حيث خطف ليفربول ثلاث نقاط ثمينة من توتنهام بعدما تفوق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب أنفيل ضمن منافسات الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع إذاعة بيبيسي البريطانية قائلاً لقد أظهرنا بداية رائعة في المباراة وكان أفضل أداء لنا فانظر كيف لعبنا وكيف ضغطنا وكيف دافعنا وأضاف الشوط الثاني من المباراة كان مختلفاً لأن توتنهام بدأ يؤمن بإمكانية العودة فلقد فتحنا لهم الباب ودفعناهم إلى ذلك بعض الشيء وتابع هناك الكثير من الأشياء التي أحببتها في مباراة توتنهام وكذلك كان هناك الكثير من الأشياء التي لم تعجبني فهذه هي الحياة وأكمل الألماني بخصوص إصابتي أثناء الاحتفال بالهدف الرابع فأنا لست متأكداً مما إذا كانت في أوطار الركبة لكن كل شيء على ما يرام ولم أقل أي شيء سيء للتحكيم فقط نظرت لهم نظرة سيئة بما فيه الكفاية واستفاد كلوب بخصوص التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حيث قال بالطبع لا يبدو الأمر ممكناً إذا فاز منشستر يونيت دونيو كاسل في كل مبارياتهما ولكن إذا بدأ أحدهما في الخسارة سنكون قريبين وعلينا أن نستمر في الفوز وأتم في سياق منفصل قائلاً بريتون لعب واحدة من أفضل مباريات كرة القدم التي رأيتها في حياتي ويجب القول إن ديزير بي مدرب بريتون رائع فإنهم خلفنا ولديهم مباراتين مؤجلتين موسيقى